اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اقول لك ليش يا قضي خالد وغير خلي الخبر هذا بني وبينك ولا تحاكي ما خلوك تاني ليش بجو لأن ابنهم قتلوا ابنهم قتلوا وإلى اللحظة قد اليوم خمسة شر ما قد بتيتش في الموضوع في القضية هذه وعلشان دي السبب خلاص علشان دي السبب في جو القبائل بصروا يكون بضيئين مثل أنت بضيئين شوي ويختفي القضيسة على الإشارة وبعدها يضلعها بعدك وهكذا التقلات الذي بسطى الجلسة في المحكمة قد قلعوا دقل عب الله دقل واحد بيجوا القبائل والمشايخ لأن أنتوا مماضلة لأن أنتوا ما حملتواش حال من القضايا المستعجلة المفترض أنك هم قتموا لا عندك دفع ولا حال القضية إلى المحكمة الجزائية متخصر أبدا أبدا فيه سر في الموضوع هذا فيه حاجة لو الذي قتلوه ابنك لو ابنك يا قاضي خالد هل ستسكت؟ هل ستسكت؟ هل ستسكت؟ هل ستسكت؟ لا دنثرة تنية لا دلوثة تنية حتى تسكت أبدا هذا ابنه قتلوه القبائل والمشاق بيجوا ولأن ابنهم قتلوه فالنقضة قتلوه وعابر زبيل ضغل فيه 15 أو 16 سنة قتلوه العسكر واضح وضعه على الشمس وهو لا هرب ولا شيء يوقف والكاميرات تدل على ذلك وأنت فاهم كل حاجة ليش توقف القضية؟ لماذا؟ ليش بتحرقوا قلوب الناس؟ ليش؟ ليش؟ الناس ما عبر قدو جنست هادي خلاص لا ليلهم ليل ولا نهارهم نهار مظلومين كمية مظلومين في البلد هادي ويجي لك قاضي هكذا فعن مشاكل أسرية ولا مدري ماهو ولا فيها السكر ولا فيها المعدة يضرب غرقه كله ويرجم غرقه ويسكب غرقه كله فوق المتشارعين أي متشارع بيفرح فرح لو ما يزير الجلسة يجي الساهرة ثلاث أربع يام على مد منتظر وقتها الجلسة فارح لها ويبتوا فيها لو ما يحكموا في صفوانت وكفانها نهايا أشمن ظلمة وأحالها للمركزي قالوا تشارعوا أنا موقفة عندي أنا خلاص المركزي يروحوا معا من يتشارعوا مع القائث النفسي يتفاوضوا ومخامش وما اطلع منزل أي وما اطلع منزل ليش بدلعبوا بالناس ليش طيب ما أهل الغرماء وهذا واصحابه يجبوا ضغومات ومسلحين وهذا ما كلمتهمش عادي ما لقيتوش فالملف حقهمش شعر الملف حق ما صلاح أما الملف حق بيت شمزان ما لنشعر قضي بمستعجلة قتلوا الطفل قدروا طفل قتلوا خاضي من النقد كتلوا والله لو مئمامه وهو خضيب القلب والقلب فاضي والناس دارين كلهم والفيديو تشت على ذلك طبعا قد قتموا بيت شمزان هؤلاء شكاوي للسيد للرئيس للريسة تفتيش القضاء للنايب العام لا ولكن ولا أثبار شايد ليش القضاء حقنا ليش ليش المطل ليش بطيء أنا أخذ زنف مع واحد من القضاء سيردلكم قصة طلعوا اللذع شو قاضي طلعوا فاضي قال كان من أول يقع لنا اعتمادات وسيارات ورواتب وأمورنا طيبة وكذا ذلحا قد التنيان الزت ولا بيت ولنا بقص ما بش معي يقلف قد كان كري شي كبير كان سرتي هذا كانوا جهالي يبسروا من سرتي لألكل لألكل لا داخل كذب رأس من الألكل يجي لألكل كان كبير هلكل كوي كان سرتي مخرج من البيت مترا للشارع كان جاء حق البندي شاو يخربوها لكن لم يدروا أن القاضي مما يستقص مما يستقص كل يوم الغنمي ربز ذلك كذلك كنت خلق قاضي يمزل حنق ذنم يبس فذلك حنق يبين ترجوهم لنا فوق القبائل وفوق المتشارع وفوق المواطنين قلت هل يبين ترجوهم فوق المواطنين بدأ كل المواطنين قلت لألكل يمز خارج قلت لعنة الله على لقفك حرام إن اشتبك تنا وقت كنت شاص في الحذا في لقفة والله هو وعشرين قاضي أنا ما أخاف الله من الله وبيشوف الفيديو وداري منهور من هؤلاء القضاء قلت يالله الواحد يقزق السمو الكرش هذة اللي ينفارح بها يعد تقزق يوم القيامة أي حمى وسيخ ويقزق الكرش هذة دز جنب سرتك دز جنب لما سرتك دحم ما أجب ترجع سرتك كفك سعر معنا تقو الله خاف والله طفل قتلوا نفذوا حكم الله ما قال الله نفذوا لا دماثلش ولا توقف قضية ما يعكر لكش توقف القضية هذة النفس قتلوا نفس نفذ حكم الله لا تزيد ولا تنقص ولا تظلم أحد نفذ حكم الله أما أن نفذوا ما دماثلوا قضايا نسعر كم يا قضايا كم يا قضايا كم يا قضايا معي ألفين قضية ألفين قضية التعبت كم يا مظلومين كم يا نشلوا حقوقهم القضاء عندنا فاسد إلا ما رحمي ربي أنا بين رسالتي هذا القضاء الفاسدين الذي فيهم فساد الذي فيهم مرض أما في قضاء محترمين في قضاء نزيهين لهم مني كل حب وتقدير واحتراء فسزيدوا بعية انصحوا الفاسدين انصحوهم كم يا قضاء يا تعبت قضية مثلا عجوزة أكلها ابن أخوه هذا اللصة هذا اسمه هاشم أحمد حمود الحملي باع حكها في حمل مئات اللبن قد انتو دارم في حمل بكم اللبن شاو مدري ما هو برم عليها ولفه دار وبصمها مدري ما كذا كذا والآن على أساس انه بيزير يبيع انه الوريث الوحيد انه لا وجود لها والقضية في محكمة سنعة قد لها سن قد انتو دارم ما ظله قد باعت العجوزة هذن ما فوقه وما تحته علشان دارتش حكه أبدا هذا اللصة أكل ما معاه هي عايشة في بيت خرابة خرابة سعدي دكة ما شو بيت دكة وهو عايش في قزور من حقه والقضية في محكمة سنحاء وإلى اللحظة ولا بمساعدة من؟ بمساعدة قاضي اسم الطاه الحملي الذي هو في المحكمة الذي هو يمكن بنعمها من أقاربها الذي بيمهد له الأمور بيقع لك هماكة أين جمائل حمل؟ أين مشايخ حمل؟ أين عكال حمل؟ أين أعيان حمل يوقفوا العصابة هذه؟ بقيادة عبدالغني محمد بن أحسن محسن الحملي أكلوا حق عجوزة حق مكلف هذا يأكل حق مكلف ويتتعي قالوا أنه بيتتعي أنه أخوها أنه أخوها ما عادش عم تبقى زوروا وبرم أنه أخوها علشان علشان يكون الوريثة الوحيدة وأكل كل حاجة وبيأكل جهال حرام وجالس في الحرام وناس دارين أنه بيأكل حرام وساكتي ناس من أهله ساكتي أنه حرام والقضية في محكمة سنحاء الرسالة إلى وزير العدل وإلى رئيس محكمة سنحاء حلوا قضية العجوزة المسكينة الذي أكل هذا يلص هذا طبعا موظف المؤسسة الاقتصادية اليمنية كان مدير فرع كان يبيع حتى أراضي لمؤسسة الاقتصادية كان يسرك حق العجوزة ويسير يبيع والآن في غناء فاعش والعجوزة وقصده أنه أن الناس من فلتين إطلاقنا الآن أنا بنتلمح تلميعات الفيديوهات الثانية شتعمك شوجعكم شتبتع خارج والناس كم يا مظلومين ملف العجوزة هذا في محكمة سنحاء رئيسة المحكمة كان أول القاضية كمال مدريمان أنا معي قضايا خيرات معي أكثر من خمس ألف قضية القاضية الأول كان كمال مدريمان تغيروا تحن قاضي ثاني الشي قرى الملف والشي فهمة والشي كل واحد الشي من جديد وهي بالتعب معامين وكذا وكذا وكم يا قضايا وكم يا مظلومين وكم يا مظلومة حول الله قوت الله بالله صلى الله عليه وسلم